بهدلوه على الأسفلت وهو راكب الموتوسيكل بتاعه وبسبب سرعتهم العالية هدوم وشبكة في العربية وتبهدل على الطريق لحد ما تنقل للمستشفى وفارق الحياة بل عملوا سعوديين مع عامل ديليبري مصري شقيان على أكل عيشه وقع صعب حصلت الساعة اللي فاتت في اسكندرية وتحديداً في منطقة سموحة إيه اللي حصل؟ وإزاي جرواه المسافة الكبيرة دي؟ ومفاجأة عن مصيرهم دايماً يتقال يا غريب كن أديب وبالنسبة للمصريين في الغربة ماشيين جنب الحيد واللي بيخالف قانون ولا يرتكب أي وقع بيكون لي عقوبة صارمة ومستقبله بيديع لكن اللي هنا في مصر من سعوديين المتهمين يقال أربع سعوديين المتهمين يقالوا إنهم أربع سعوديين وفي اللي يقول اتنين هما اللي عملوا كده في عامل ديليبري شاب زي الورد اسمه أحمد سعيد راح عمره بسبب تصرفتهم وصرعتهم الجنونية خناقة كانت السبب في رحيل أحمد والغريب إن أحمد ما كانش ليه علاقة تماماً لللي حصل كل اللي حصل إن السعوديين دول كانوا راجبين عربيتهم الفخمة الكبيرة وانتشرت لهم فيديوهات وهم في خناقة مع سواء تاكسي والناس تلمت وكان في حالة من الهرج والمارك كبير جداً في منطقة سموحة في اسكندرية السعوديين دول كانوا بيحاول يخرجوا من بين الزحمة وهم بيتحرقوا صراعتهم كانت عالية جداً رغم إن كان قدامهم عربية ركنة جنب الرصيف ولكن هما كانوا فوق الرصيف وعدوا من جنب العربية اللحظة دي شالوا أحمد بالموتوسيكل بتاعه وجروا بالعربية وهو متعلق من هدومه على الأسفل في مسافة حوالي 200 متر من دورة نسموحة والحد ستارباكس عملوا عملتهم دي وهربوا السعوديين دول فص ملح وداب ولكن شهود العيان ما كانش فيه أكتر منهم ومع انتشار فيديوهات العربية كانت نمرتها واضحة جداً وتم القبض عليهم وبدأت التحقيقات معاهم وحبسوهم 15 يوم على زمة التحقيقات وكشف التقرير الطب الأول للمجنعليق الصادر من المستشفى الخاص يعاني من صدمة نزيفية وانخفاض شديد في نسبة الهيموجلوبين والضرب شديد بدرجة الوعي على جهاز تنافس صناعي ونزيف واشتباه كسر بعظم الجمجمة وخلع بمفصل الحود وكسور متعددة في الصاقين والقدمين وحاجة تانية كتير طبعاً أحمد فارق الحياة بعد يومين عاشهم جي جسم بس ولكن كان فاقد الوعي وعلى الأجهزة بدأت الوقع بتلقي اسم شرطة سيدي جابر اختار من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث دهس مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة في جسمه في منطقة اسموحة دائرة القص وانتقى المأمور وظابط مباحث الاسم برفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص وجود شاب في سن العشرين من العمر اسمه أحمد سعيد مصاب بإصابات كتير جداً وطبعاً كان حاله ما ينفعش إنه يتم استجوابه أو إن حد يتكلم معاه ونقلته الإسعاف لمستشفى خاص تحت تصرف النيابة العامة ونجدت والدته الجاعة المختصة مطلبة بحق ابنها وقالت أحمد كان بيدرس في آخر سنة في كل التجارة جامعة اسكندرية وشغال شغلانتين واحدة كعامل ديليبري والتانية في صيدلية علشان يوفر لها مصاريف المعيشة بعد رحيل والده وتحولت صفحات سوشال ميديا لدفتر عزاء والكل حزن عليه اللي يعرفه واللي ما يعرفهوش وفعالوا هاشتاج حق أحمد سعيد لازم يرجع وخرجوا بالموتوسيكلات وادعوا في جانسته انتوا كمان ساعدوا إن حق أحمد يرجع وفعالوا الهاشتاج على نطاق أوسع علشان يتم معقبتهم في أسرع وقت ربنا يرحم أحمد ويصبر أهله ويدعوله بالرحمة